السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف موقع اسمه روغرافت. ده بيديني شكل تحليل البيانات اللي عندي. ممكن عند البيانات على جهاز جاده الاسل. اقدر رفع الملفات ديت. وابدأ حلبات. هولو يوز ات. وبعد كده هاخد البيانات اعمل لها بست او ابلود افايل ابدأ حمل ملف امتداده تي اس في او سي اس في وده الاشهر او دي اس في او جيسون او اكسي الاس الاسل. او تدله موجع او تجرب سيمبل موجود. طيب انا هاخد معنومات وابدأ احطها هنا. فهو بيبدأ يقول لي اختار الشكل اللي انت عايزه. تمام? وبتبدأ بقى تحط البيانات اللي انت عايزها هنا. ده مسلا في ال اكس عايز انا معنومات. بيقول لك حط لي ارقام. فانا هقول له مسلا بالشكل دوت. طيب بيقول لي في ال اكس. تمام? هقول له مسلا اهيت. هو بقى بيبدأ يحلل البيانات ويبدأ يجبها لك بشكل داية. الافلام بيبدأ يجبها لك بشكل دوت. اللابل. في بيبدأ اكتب لك اسم كل فيلم والاراضات اللي حققها. بشكل سهل الفهم. حيث تقدر تشوف مثلا الفيلم الفطار ده حق مثلا المبلغ كبير وهكذا. وتقدر تعمل دوان اللود الدستورة دي على هاته. او بي اني جي او سي في جي. او داتا موديل جي اي سون. تقدر تستخدمها بعد كده زي ما انت عايز. وتقدر تحدد هنا الويتس والهاي والويتس في مسافة اد ايه وميرج وكده. وتقدر تختار برضو الكلار سكيل اللي انت عايزه. وتقدر تعمل للمعلومات بتاعتك. ممكن نقول له مثلا اهيات دوت. الداتا اللي انت عايزها. اذا اعمل لك اه محكاليه. دي بتقدر تعمل المقارنة بقى بين البادجت اللي كانت موجودة والبوكس اوفيس الموجودة. يبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. كل واحدة من هم بيبدأ يجي اقول احط بقى المعلومات اللي انت عايزها. الشكل دوت. والدار الجب شوش امو twe امو شكرا